من الترانزل الصدارة السوشيال ميديا بشكل كبير هو خبر إصابة محمد صلاح واللي اتصاب في مباراة فريقه الأخيرة في الدورة الإنجليزية واضطر إنه هو يخرج من الملعب في الدقيقة 70 وما يكملش المباراة إصابة محمد صلاح قال بتقريباً السوشيال ميديا سواء في مصر أو إنجلترا وخصوصاً إنه مصر عندها ماتش مهم قوي خلال الأيام اللي جاية قدام السنغال وكلنا عارفين أهمية الماتش ده في إنه يوصل مصر لكيس العالم المشكلة إنه حتى الآن مفيش معلومات كتير عن إصابة صلاح وكل اللي قاله يوربين كلاب المدير الفني للنادي ليفر بول إن إصابة صلاح في أسفل الصاق وهي إصابة بسيطة بس ممكن يغيب عن مباراة أو اتنين لفريقه والتصريحات دي قلقت الناس أكتر وخصوصاً إنه زي ما قلت لكم مفيش وقت وكلها أيام قليلة قوي على ماتش السنغال اللي طبعاً إحنا كلنا مستنين وعشان نفرح بوصولنا لكيس العالم إن شاء الله يمكن الحاجة الوحيدة الكويسة في الخبر ده هو إن محمد صلاح قبل ما يصاب ويخرج من الملعب كان سجل هدف ووصل رصيده من الأهداف للموسم ده لعشرين هدف وبقى متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وطبعاً كلنا بيتمنى الشفاء العاجل لنجمى مصر محمد صلاح وإنه يرجع بسرعة ويلحق بماتش مصر المهم تاني ترند معنا هو خاص بالفنانة شرين واللي صدر فيديو لها وهي بتبكي على المصرح في حفلتها الأخيرة في الكويت الترند على كل صفحات السوشيال ميديا وحالة البكاء دي عملت حالة كبيرة جداً من الجدل عند الناس واللي قاعدوا يتسألوا عن سبب حزنه هو بكاء شرين شرين بكت على المصرح بعد ما غنت واحدة من أغنيها الحزينة ولكن الجمهور اتفاعل معها جداً وقاعد يسقف لها وردت عليهم شرين وقالت ليه عاوزين أغني أغنية حزينة بكاء شرين طبعاً خلى جمهور الكويس يعمل هاشتاج بعنوان دموعك غلي علينا يا شرين وكمان بكاء شرين على المصرح ما كانش السبب الوحيد في أنها تتصدر الترند ولكن كمان الملابس اللي ظهرت بها في الحفلة كانت سبب تاني فيه ناس هاجموا شرين وقالوا إن دي ملابس رياضة ماينفعش مطربة تحضر بها حفل غنائي لكن جمهور ومحبي شرين دفعوا عنها ودعموها بقوة أصاد الهجوم ده وهنا لازم نقول إن شرين من المطربين اللي ليهم شعبية كبيرة قوي سواء في مصر أو كل الوطن العربي ودايماً بتلاقي جمهورها بيدعمها طول الوقت آخر ترند معنا مع الأسف الشديد هو ترند حزين وهو بتعلق بوفاة الدكتورة أنيسة حسونة واللي رحلت عنينا صباح يوم الأحد اللي فات بعد صراع طويل مع مرض السرطان نعى الرحلة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمثقفين ومن بينهم السفيرة نبيلة مقرم وزيرة الهجرة عمر عرفة وغيرهم من الفنانين والمثقفين زي صلاح عبد الله وإسعاد يونس الرحلة كان لها نشاطات خيرية كثير سواء في مؤسسة مجدي عقوب ومع طبعاً الجراح العالمي مجدي عقوب أو مستشفى الناس اللي أسستها واللي بتعالج الأطفال من مرض القلب بالمجان وكان آخر زغول لها الأسبوع اللي فات أثناء تكريم السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لها في اليوم العالمي للمرأة وكتبت أنيسة حسونة على تويتر وقتها آخر كلمتها وقالت لما بلدك تطبطب على كتفك وتقولك شكراً على مجوداتك هتطلب إيه أكتر من كده يشرفني ويسعدني إخباركم أنه قد تم تكريمي اليوم من السيدة انتصار السيسي حرم رئيس بوصفي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال ربنا دائماً في أحلق الظروف وأصعب الأوقات يبعث للمرأة هدايا السماء لتضع له الطريق